أمبلة موقوطة تزرعها الماليشيات الحوثية في أفكار وعقول الأجيال من خلال المراكز الصيفية الحوثية التي تستقطب الآلاف منهم سنويا منذ دخولها المدن بقوة السلاح وتسمم أدمغتهم بمعتقدات مستوردة تشكل خطرا كبيرا على المجتمع بأسره وتتعمد ماليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها وخاصة في مدينة الحديدة أزج بهؤلاء الطلاب وصغار السن إلى مستنقعها من خلال التعبئة التي يتلقونها ليس فقط في المناهج التعليمية بل أيضا في المراكز الصيفية ليخرجوا منها رافعين الولاء لهذه الجماعة التي استخدمت حتى الأطفال دروعا بشرية في محاركها وحصدت أرواح الآلاف منهم وفي وقت سابق دعت منظمات محلية الأهالي وأرباب الأسر إلى حدم الزج بأبنائها في هذا المستنقع ومنع اتخاذهم أقودا لحرب عبثية أشعلتها ماليشيا الحوثي خدمة لمشروع إيران التوسع في المنطقة وحماية أبنائهم من شعارات الماليشية الزائفة التي تأتي تحت شعار علم وجهاد لما لها من جوانب سلبية وأبعاد خطرة حيث ارتفع منسوب العنف الأسري بشكل ملحوظ في مناطق سيطرة الماليشية خلال السنوات الماضية نتيجة ما يتلقاه الأطفال وطلاب المدارس من مفاهيم ماليشاوية تشجع على العنف وترفض السلام وما لا يمكن إخفاؤه أن الماليشيا الحوثية تعادي كل من يحاول معارضة هذه المراكز أو يوجه نقتا لها حيث سبق وحولت عددا من المدارس والمراكز المهنية والتعليمية في الحديدة إلى منابر صيفية واعتقلت عددا من المدرسين وأغلقت قاعات التدريس بقصد تحويلها لدورات صيفية مراقبون اعتبروا أن مثل هذه الممارسات والتعبيات الحوثية لطلاب المدارس لن تؤثر فقط على المجتمع اليمني بل أيضا قد يمتد خطرها ويتسع لما يحمله من أفكار متطرفة داعيا المنظمات الإنسانية والحقوقية لاتخاذ موقف حازم يردع الميليشيا عن هذا النهج الذي يضاف لجملة الانتهاكات الصارخة بحق اليمنيين في مناطق سطوتها اشتركوا في القناة